تسعة وأربع عاماً سنوات امتدت عبر تاريخ اليمن المعاصر منذ لحظة استقلال وكسر قيود الاحتلال البريطاني وما رافقه من ظلم وقهر وهدر لوجود الإنسان وإلى هذا التاريخ الذي بات اليمنيون يجابهون فيه أعتى أشكال الاحتلال الجديد لتظهر ذكرى هذا اليوم كنتاج تاريخي ملهم لثورة الرابع عشر من أكتوبر التي وضعت أولى لبنات إنهاء الاحتلال الإنجليزي من اليمن وإلى غير عودة سنوات مرت وما زال اليمنيون يكافحون يكافحون من أجل هويتهم من أجل حضارتهم من أجل تاريخهم فبعد أن خلقت ثورة أكتوبر قوة دفع للعملية السياسية التي تجسدت في تحقيق الاستقلال الوطني واستعادة القرار السياسي جنوب اليمن آنذاك يعود الغزو الجديد لكنه هذه المرة قادم نفق إملاءات دولة إيران التي خلقت شكلا آخر من أشكال الاحتلال ومصادرة الإرادة المجتمعية احتلال تقوم به بالوكالة ليس لمنطقة معينة في اليمن وإنما لمختلف جغرافيته الممتدة ففي حين غفلة أتت كدخلة على الأرض اليمنية وفي لحظة من لحظات التاريخ الغادرة فرضت جميع خياراتها على الأرض وأمام كل ذلك ما يزال اليمنيون يصدرون أنصع صفحات تاريخ المجابهة لكل مشاريع الظلام من أجل حريتهم ووجودهم والحفاظ على ديمومات هويتهم التاريخية